... نعم ولكن سي عبد الحميد كي بحالا بردني بحالا عطيت وصفة أنا ما عطيتش وصفة أنا تكلمت على الحبوب اللي الناس أهملوها في حياتهم الغرب الآن ما كيعرفش حب رشاد والحلبة والسانوج وحب تحلوة والنافع والزنجلة ما كيعرفهمش ... السيزام كيزوقوا في بعض الحلويات معروف عدوم شوية زنجلة ولكن السانوج وحب تحلوة والنافع والكروية والحلبة وحب رشاد ما كيعرفوههمش في الغرب ما مدخلهمش كعام وهما عامل أساسي في التغذية لكن كنصنف هنا رقم ربعة يعني كنعستة العواميل في التغذية العامل رقم ربعة هما هاي الحبوب هاي الحبوب دي مصدر دي الفيتوستروجينات هي كتقد العيالات يعني بحال يتأخر لها الحمل هل لي عدم مشكلة في الرضاعاب هل عيالة لي عندهم مشكلة في هرمونات عدم الشعر في وجاههم يعني هاي كتذبط الهرمونات يعني الفيتوستروجينات كي يضبط الهرمونات يعني حتى البشرة دي المرأكة اللي جميلة يعني فهذا هما المصدر دي الحمض الأوميغا ثلاثة هاد هاد الحبوب دي وهما المصدر دي المحفزات دي الأنزيمات الناس كيقولوا الحلبة كتغلد الحلبة ما فياش بروتين باش تغلد ولا فيا لا تقلوا والو الحلبة يعني شحل كيأكلوا ناس الحلبة ماي العقا والنساء كيقولك الحلبة تغلد هي الحلبة مش كتغلد إنما كتزيد الحلبة كتزيد في الانتصاص الحلبة كتزيد في الانتصاص إلا زادت في الانتصاص طبعاً الجسم يأخذ مئة في المئة المرضودية دياله كتولي مزيانة كيغلاد هذا هو اللي كينفاهد الحلبة مش غير الحلبة حتى حب برشاد جيد جميع هاد الحبوبة دي هي تساعد تزيد في الانتصاص وكتساعد على الهضم يعني الحلبة كانوا كيوزنوها بالذهب باش نوريوا قيمة دياله الحزبة كان الحلبة كانت تتوزن بالذهب وزناً بوزن كانوا الناس كيشريوا الحلبة الوزن دياله بالذهب حقيقة فالعصور القديمة نانا حقيقة ثابتة هي لمور ذي لدي الابيقور� هذه البردية ديال مستطرا فيها الحلبة. والحلبة سمات الحلبة لأنها تزيد فهي الحلب بعد العيالات ولا що كيزيت في الحلب لأن فيها الفيتوستروجين ذا توليها هذه الحلبة وفيها واحدة لمادتي اليدروكسيلوسين , والي ييدروكسوليسين هي الجزئالي وتتم ماي هلانسولين هذا كشي علاش الناس اللي عندهم سوكري مثلا خص الحلبة تكون في الأكل ديلا ماشي خلطة كي الناس اللي كيقولي مرتب الحلبة وشربها على دريق وليش عالي أنا ما عمرني غدين الناس يتسنوني الحلبة تدخل مع النظام الغدائي ندروها الناس في الحسويدر وافر في سيدر وافر في السيدر وافر في السيدر وافر في الشربايدر والمسائل باش تمشي معا النظام الغدائي طيب أغلبية كيت تحرج غير من رائحة بكيش مكوين آخر يعني كي نقص لنا الحلبة إلى نبتت في الزقوان الناس بالماء ونبتت ودارت في الأكل دار معلي صلاة الحلبة ممكن ناس يأخذوها نابتة معلي صلاة علاش الفرنسويين كيدولوا الكريسون هذا الحب رشاد نابت صلاة كين دابا صلاة دو كريسون معروف هذي فالناس ينبتوا هذي الحلبة الرائحة هذي لا تتقشي ما كتفقاش الاناناس والهندية والمانغ والخوخ والباباي باباي مازال ما طابتش باباي مازال تشهر تسعود يعني هذو فواكيه أولا غنيين بالأنزيمات لأن هذيك البروملين اللي كتباع في الصيدليات ما عمشاش كينا في المغرب ولا لا في أمريكا مثلا بروملين هذي البروملين كيعتوها الأطباء الناس اللي عدم سوء الهضم لعدم الهضم ياله من نقص والبروملين كيستخرجوها من الآن كتستخرج من الاناناس وكين البابايه فيها البابايين والبابايين هي اللي كتضم اللحوم يعني هذي قوي يعني الناس اللي عدم سوء الهضم يعني البابايه هذي جيدة ثم هذي الخوخ كلاحظوا الناس الخوخ كيف يزدغيه وهذيك الماقول الذي يلكو كالخوخ يذاوي يكون دورة صورة كاذبة لأن علاش لأن لأن الخوخ بالعكس والخوخ كي ماشي كيذاوي ولكن هو أحسن فاكهة بالنسبة لحيوية الجسم يعني الخوخ كيف يزدغيه علاش لأنه غني بالأنزيمات هو قنبو لذي الأنزيمات والأنزيمات الآن هما اللي محتاجين من الناس في هذا العصر لأن هما اللي ناقصين في التغذية يعني الناس لستيريليزاسي يعني وللتعقيم على مية وعشرين درجات وللو الناس كيطبخوا في الكوكوت على مية وخمسة درجات وللعني الأنزيمات تتلفهم النار تتلف الأنزيمات فالخوخ قوي من فحيت الأنزيمات وهذه الحموضة الخوخ مع الأنزيمات اللي فيه هي اللي كتخلي الجسم يشعر بالحيوية لأنه من اللي كيهضم الجسم اللي كيهضم كيتخلص من هذيك الأكل من اللي كيتخلص الجسم من الأكل كيحس بواحد راحة إلى بقاء الهضم قدم ما الشخص كيهضم قدم ما عنده زعاج لأنه كينتقاطع ديال القريلين مع التركيز ديال الجهاز العصبي الناس ميركزوش إلا كان القريلين خدام فعليين هورمون الجريلين هو السبب الآن في هاد السمنة لأن هورمون الجريلين ولي الآن عاد رجعوا لي طيب عاد رجع نتابه لهذه المشكلة ديال الجريلين يعني هو اللي كي يسبب هاد القادية ديال السمنة والسمنة شحال تكلمنا عليها من مرة والناس مغشفهم والسمنة ديالهم قلنا عليهم كين سمنة الأدوية وكين سمنة الأكل وكين سمنات الهورمونات يعني مشي بحال بحال خصنة يعرفو السمناتikat one كيفية كياخذ هرمونات حبوب منع الحمل، ولا هرمونات Zinobiotic والتي جيّة من التغذية حيت كن بعض الأغذية فيه هرمونات الآن بعد اللحم وكين القاضيّة ديال بعض الأدوية اللاه between the utture العصابي وعند البقازين الإخوة الغدة الدرقيّة الغدة الدراقيّة والغدة الدرقيّة Network تسيّب بالقدية الزيّاة في الوزن خصنة يعرفو هذه الوزنطيّا called Dose المستحيل يكن عندهم طريقة إلا عنا من نقص الطاقة الجوع الحركة. قال لكو البتيخ بلدي. وشه مزيان؟ قايل مزيان. والبتيخ شيء بجائر في الموضوبين. هذا البتيخ الاحمر دلح اللي كنسميه الدلح ولا سويهلة. ويقال البتيخramatic. علي لان باللغة العربية كانت لدينا بتيخ أحمر وبين شممان يعني اللي كانت سميه السويهلة وهذا اللي كانت نسميه البتيخ. وكي اللي كنسميه الدلاحية باللغة العربية بطيخ أحمر وتهوه نعمل البطيخ يعني تهوه داخل مع البطيخ إلا كان طبيعي ولا أظن أن هناك في السوق بطيخ طبيعي أنا لا أظن وأتى حد العالم أن يكون بطيخ طبيعي لأن تقنيات الإنتاج الآن ديال هذه الحبليات هو تقنية الإنتاج من المستحيل أن يكون إنتاج طبيعي من المستحيل غير الناس يعرفوا هذه الحقيقة المرة قناة نصائح وإرشادات مجانية عادي لقلك باش الحليب والسمك والبيض فيهم شي مشكلة تجمعه لما عندناش حنا في الديانة الإسلامية ما عندناش مشكل حليب حوت بيض الديانات الأخرى الديانات الأخرى ما كيجمعوش جوجة المنتوجات حيوانية نعم وكان بعد الديانات اللي كتحرم حتى الكروفيت لأنهم كيقولوا بأنهم كيأكلوا بندم في المحر كيأكلوا الكذافر فالديانات الأخرى ما كتجمعش منتوجين ليل الحيوان يعني لكالو الحليب ما كيكلوش الحم لكله السمك ويكلوش البيض لكله البيض ما كيكلوش عريب أما الديانة الإسلامية ما عنداش حراج في اجتماع هاد المواد ولكن كتشتارط عدم الإصراف وكتشتارط الحركة سكتخدم سكتحرك إنما ما غديش يجمع الحوت والبيض واللبن ما غديش يجمعهم من شخص في المائدة ديالو رغم أن المواد اللي كيندبها يعني بالسهولة نلقاه هاد ثلاثة موجودين في الطابلة اللي يعدوا البيض البلدي ما عفش نال أشحاط السمك واللي يعدوا السمك ما عفش نال أشحاط البيض البلدي أنا كنتكلم عن البيض البلدي علي إلا كان البيض البلدي رجيد ثم ما عفش أنا علاش يعني كيلاقيوا الناس هاد اللبن في نفس الوجبة يعني في نفس الوجبة الناس عندهم سمك وعندهم اللبن كيمشي مع الكسكسو نهار جمع الناس من اللي يأكل الكسكسو يشتربون اللبن رغم أنني سمعت نصيحة من طبيبها كتقول الناس ما تشربوش اللبن منور الكسكسو رفيه خطر وهذا هو أكبر جهل وهذه هي قيمة الجهل لأن اللبن هو الوحيد اللي كيحل حمض الفيتيك ديال النشويات وحمض الفيتيك باش نتكلمه بعلم ماشي غيرنا حمض الفيتيك هو اللي موجود في النشويات وهو كيلاطا هو اللي كيشد المونغانيز والماغنيزيوم وكيشد الحديد والكالسيوم كيشدهم وكيخليهمش يتمتصوا فاللبن من اللي كاناكلوه مع الخبز ولا مع الصيكوك ولا كاناكلوه منوركسكسو هاد البن في باكتيريا اللبنية والباكتيريا اللبنية كتحل حمض الفيتيك من اللي كيتحل حمض الفيتك كيتطلق هذو كل الأملاح المعدنية كيتمتصه بمعنى أن اللبن ضروري بعد الكوسكوس وإلى كان كوسكوس أنا تكلمت في واحد الموقع لمدة دقيقة تكلمت علي لمشي تكلمت كانت محاضرة ونقلتها واحد الموقع هو انقلها باش يقول باش يوريها الناس باش يدخلوا للوسيت ويبدوا يسبوه طبعا ما انقلها لأجل غاية ادقونتين سيئة اكيف مكال الحال إنا ليهموني هذا العمر هنا كنت اتكلم بعلم haنا قلت للناس بان الكوسكوس ممكن يدرب العظيم وما الناس قرأواها من الجهة الأخرى احنا فينصلنا للES فرح不是 العنا كدر انا كنت اتكلم بعلم ان الكسكوس ليس نعتدل الأمawan ان الكسكوس ممكن الكوسكوس يدرب fez بزيت الزيتون ولا بس ملحار والدرب يدونهم وكانت المغاربة بلي لحم وكان الناسبة للهم وكان ذاكس نافئ النساء كان وجوههم زينين حمرين فيهم الدم وكان الدورة الشهرية ديالهم مضبوطة وكانوا الهورمونات والأعصاب ديال النساء مضبوطين من اللي وليت لابستهلاك اللحوم بهذا الإفراط وبهذا الكترة ولا هو الناس مطرين وعيني محمرين ولا هو رجلين من فوخين ولا المامك يخرش ولا عدهم آنيمية ولا عدهم هششة وألم المفاصيل ولا عدهم أشياء أخرى يعني الجهاز الهضمي الآن اللي هلكو اللي هلك الجهاز الهضمي وما اللحوم إلا الناس مشين نحن لا نحرم أحلى الله إلا قلوا الناس من اللحوم وتعاملوا معهم زيان أنا الناس ما يمردوش نعم ولكن الناس اللي كيكلوا الحم يوميا وكان أكد اللي كيكلوا الحم يوميا كيفما كان جاج بيبي غلمي بقري معزي